المفروض أنه تبقى للدستور الموازنة تتقدم خلاص نهاية قبل نهاية مارس قبل 31 الشهار ده بس إحنا عندنا تقدم للبرلمان بس إحنا عندنا الحقيقة انتخابات معرفش إزاي حتتقدم وأعتقد أنه جلسات البرلمان خلاص رفعت حتى نهاية الانتخابات فهل بعد من يوم مثلاً 28 أو 29 يكون فيه وقت لتقديم الموازنة لا إحنا نتكلم في 90 يوم قبل العمل بالموازنة الجديدة عندنا أسئلة كثيرة حول هذه الموازنة لكن عندنا مجموعة أخبار اقتصادية جيدة أولاً الاحتياطي عندنا قفزة جديدة 42 مليار ونص وده بيان للمركزي أعتقد أمس أو أول أمس مقارنة بـ 38.2 مليار نهاية يناير يعني عندنا اتفاع 4.3 مليار دولار طبعاً دول ممكن يكونوا السندات الدولارية اللي بقيمة 4 مليار دولار اللي طرحناها كنت دايماً أتمنى أنه مع إعلان الأرقام الجديدة للاحتياطي نبقى فيه زي بريكداون أنه هذا الاحتياطي عشان نفضل فاهمين إيه المكون الاقتصادي من هذا الاحتياطي وإيه مكون الديون لأنه مع ارتفاع الاحتياطي إحنا ديوننا لسه بترتفع وعندنا الرقم وصل لـ 80.8 مليار 80.8 مليار و800 مليون دولار بنهاية سبتمبر مقابل 55 ده إحنا لسه سبتمبر يعني لسه ما وصلناش بقى ليناير وفبراير مقابل 55.8 من سنة قبلها ده بتكلم كله دولار كله كده دولار 80 مليار دولار ديون نحن بيحتاجين نعرف الديون دي برضو إيه اللي فيها القصير الأجل إيه اللي فيها طويل الأجل والاحتياطي ده مكون الديون فيه قد إيه ومكون الاقتصادي فيه قد إيه أيضا كريستين لاجارد مدير العامل صندوق النقط الدولي لها تصريحات كانت في دبي أكدت فيها النجاح ملحوظ للاقتصاد المصري لبرنامج الإصلاح تحسن حياة المواطنين لن يحدث بين يعني ليلة وضحاها ولكن الإصلاح ضروري وأن الصندوق مهتم بالأساس الاجتماعي الذي يحمي المواطنين ونتبخهم في تراجع النهاردة وزير المالية قال أنه هو هنطرح سندات جديدة باليورو أنه يتم اختيار البنوك المرتبة لإصدار السندات خلال أسبوعين